استقبل رئيس الوزراء مصطفى مدبولي وزير الاقتصاد والمالية الفرنسي برينو لومير والوفد المرافق له وفي بداية اللقاء أكد رئيس الوزراء حرص مصر على جذب مزيد من استثمارات الشركات الفرنسية وحرصه الشخصية على تذليل أي مشكلات قد تواجهوا لاستثمارات الفرنسية وأوضح مدبولي أن مصر تعاول على علاقتها الاستراتيجية مع فرنسا من أجل تأمين بعض الامدادات من السلع الأساسية مثل القمح إذا طال أمد الأزمة ومن جانبه أكد لومير الدعم الكامل لمصر خلال الأزمة الاقتصادية التي يتعرض لها العالم خاصة ما يتعلق بسوق السلع العالمية